سوريا وتمنياتي إن شاء الله إنها تكون أمور بخير عند الجميع في سوريا طرعا محاضرتي هي حتكون يمكن عملية غير المحاضرات خلال الأسواتين ثلاثة ياري مضوح أنا بحب دائما محاضرات اللي تحتاجوا أنتوا بحياتكن يومية ضمن العيادات ومنفس الوقت ما بدها تكلفة كتير إجراءاتها ولا بتحتاج تجهيزات يعني أمور موجودة متواجدة بسوريا ولكن محتاج أنه نرجع نتذكرها ونشوف القاعدات العالمية كيف عم نشتغلوا عليه طبعا واحدة من الأمور هاي حالين هاحكي يعني ليش يعني هي العرضيات الحالية للدم من ليش هالي مهمة هالي مهمة لأن نلاحظوا أنه أهم سبب من أهم الأسباب يلي بتأدي لحدوث إنتانات الوليد المبكرة هي هالمجموعة من الجراسين وهذا وناجي بشكل أساسي يعني التلوث في المجرى المهبلي التناسلي عند المرأة وبالتالي فهذا التلوث يأدي لواحد من أهم الإنتانات واللي بيأدي طبعا لحدوث اختلاطات مثل ما حنشوفه حاليا طبعا هذا الانتقال اللي بيتم من المهمة للجنين الجنين أثناء عملية الولادة ومسمى للوليد هو اللي منسمي الانتقال العمودي يعني عملتين من الجنين من المهمة إلى الوليد مباشرة أثناء مروره خلال فترة المخاض والولادة شو هي طبعا من جروب بيستريبتوكوكاس هي نوع من الجراسيم يلي قد أحيانا تكون موجودة بشكل فيزيولوجي طبيعي عند المرأة عند بعض النساء إما بالمجرى التناسلي أو بالمجرى الهضمي وبشكل أساسي المجرى الهضمي هو المستودع الرئيسي لهذا المجموعة من الجراسيم إذن المستودع الأساسي لهذا الجراسيم هو المجرى الهضمي ومن ثم تنتقل تحدث تلوث وأنا مصرع كلمة تلوث على فكرة مش إنتان تحدث تلوث في المهبل وممكن أثناء مرور الجنين في المهبل يتم الانتقال الجراسيم إلى وحدة سبنتان تقريبا إذا أخذنا كل النساء الحوامل وعملنا عليهم عملية مسح أخذنا مسحة من المهبل ومن المستقيم عندهم لاحظوا أن حوالي 10% لـ 30% من النساء يكون عندهم المسحة إيجابية من هدون المجموعة 50% عم ينتقل الجرسومة من المهبل الملوث إلى الجنين أثناء عملية الولادة ومروره بالمهبل وفي حال الأمة أخذت أي دوام ضد الاتهاب لهذه المجموعة الجرسومية مثل ما هنشوف هيكون عندنا نصبة الإصابة بإنتانات عند الوليد 1-2% إذن في نسبة لا بأس فيها في حال كان هناك تلوث إذن 1-2% من النساء بالنهاية عم يكون أمن للأطفال الوليدين حديثاً عم يكونوا مصابين بالإنتان خلال عملية بعد عملية الولادة ولاحظوا أنه طبعاً الإصابة عم تكون حادة أكتر كل ما كان الوليد بريماتشور أكتر يعني لاحظوا أن المورتلتي ريت عند بريماتشور حوال 19% بالمقارنة مع 2% اللي هو بتمام الحمل شو هو هذا الإنتان اللي عم نعمل كل المسح للبقاية منه هو إنتان الوليد بالعقبيات بالترحالة للدم عن النوعين من الإنتان بس ناخد فكرة عنه سريعة بس ون سلايد هو طبعاً الإنتان المبكر يلي بيحصل عند الوليد خلال السبع أيام الأولى بعد الولادة وهذا بينجم بشكل أساسي عن الانتقال العمودي من المهبل الملوث بالأقضيات إلى الجنين أثناء عملية الولادة بتظاهر طبعاً بإنتان عام ممكن أن تكون ببنمونيا بمينجايتس وغالباً تظهر هالأعراض خلال 12-48 ساعة من الولادة إذن هذا هو الإنتان المبكر والإنتان المبكر هو العمل على كل عمليات الكشف والمسح والسكرينيك لأنقاص عدده وأنقاص نسبته الإنتان المتأخر بس لأخذ فكرة عنه موضوع الذي بيحصل بعد سبع أيام إلى اثنين أو ثلاث أشهر وهذا ما له علاقة بموضوع التلوث النهبلي غالباً بنجمع عن الانتقال من الأشخاص من الأم من المحيط في الموجود حوالين الوليد هذا اللي بنتقل له الإنتان أما نحن أساس السكرينيك وكل السكرينيك العالمي صار لتخفيف النسبة للإنتان المبكر الآن في عنا عوامل خطورة نعتبرها هي عوامل خطورة لوجود الجروب بي سربتوكوكس وبالتالي بتحتاج والأم تحتاج وقاية أثناء عملية الولادة عوامل خطورة إذا كان الأم إيجابية إذا ما نعمل لها مسحة أثناء الحمل بغض النظر عن سن الحمل وكان في أحد المرات إيجابي للجروب بي سربتوكوكس إذا كان سن الحمل أقل من سبعة وثلاثة بريتين إذا كان الجنين ناقص الوزن إذا كان عندي تمزق أخشي مبكر طويل الأماد وخاصة من بعد 18 ساعة إذا في عندي إنتان داخل الإنتان الأمنيوسي إذا كان عندي إنتان بولي بالجروب بي سربتوكوكس أو إذا كان هالأم في عندها قصة سابقة لوليد في حمل سابق مصاب بإنتان مبكر بالعقديات الحالة للدم بتها ولاحظوا أنه عرقيا عند النساء السؤال يكون أكثر إذا هذون عوامل خطورة هذون عوامل خطورة مثل ما حنشوف إنه ممكن تحتاج نطبع عليها المعالجة البيقائية الجروب بي سربتوكوكس حتى لو ما كان عندنا زرق إيجابي هلأ شوه المسح العالمي اللي متفق عليه عالمياً من شأن تكشف العقديات الحالة للدم بتها وتقليل نسبة الإنتان للوليد المبكر الـ CDC Control Disease Center طبعاً أول شي ما فرضوا موضوع الـ Screening لكل النساء الحوامل بالـ 2002 كل النساء الحوامل يجروا لهم مسح وأخذ مسحة من المهبل ولاحظوا أنه في عني نافذة هي خمس أسابيع خلال هالخمس أسابيع يبقى النتيجة فعالة يعني إذا كان عملنا نحن مسحة مهبلية وكانت إيجابية اليوم حيتم تفعالة نعتبرها إيجابية خلال خمس أسابيع إذا مضى خمس أسابيع لازم نعمل مسحة جديدة بالعكس إذا كان عملنا مسحة اليوم طلعت سلبية فبعد خمس أسابيع ممكن نعيد المسحة إذا عندي هالنافذة الخمس أسابيع هي اللي بتعطيه لأنه أنا عملت المسحة خلال الخمس أسابيع تم بعتمد نتيجة المسحة اللي حصلت عليها طبعاً كان المسح بيجرى بين الأسبوع 36 و 37 أسبوع طبعاً لازم نعرف هذا القايدلانس غالباً أمريكي لأنه اللي يعرفه بريطانيا ما بيطبقه المسحة لأسباب مادية بحتها لبحتها بعدين طبعاً نغيره بالألفين وعشرة قالوا أنه يفضل لنصير المسح اعتباراً من الأسبوع 35 من الحمل حالياً متفقة عليه بين 35 و 37 أسبوع يمعمل مسح لكل النساء الحوامل كل النساء الحوامل تخضع لإجراء مسح ناخد مسحة من المهبل بسمية اللو ما مطلع لفوق لعند العنق الرحم من أسفل المهبل نعمل مسحة وسيطة ويتم بالزرع طبعاً مثل ما قالت أنا بين 35 و 37 أسبوع بنغطي 5 أسابيع ممكن نوصل بالـ 5 أسابيع للـ 41 أسبوع لذلك المسحة اللي عم تاخد بهالفترة مغطية لنهاية الحمل وطبعاً معتمد حالياً هذا الموضوع لكل العالم بين 35 و 37 يتم أخذ مسحة من الخصم السفلي من المهبل ويتم التعامل معها حسب نتيجته طيب هاي عرفنا أنه في عندي مسحة إيجابية طيب إذا إجيتني مريضة حامل جاي تولد وما نعمل مسحة وطبعاً هذا هو الحال في سوريا بالـ 100 كل النساء بيجوكم حالة مخاط وما نعمل مسحة كيف كنتوا تصرفوا إذا كان بدنا نعمل طريقة للوقاية الجنين من موضوع الانتان المبكر بيتم التعامل معها الحالة أنه منشوف السيدة هاي في عنده أي عامل خطورة من العوامل اللي ذكرتهم سابقاً هل مهددة بالمخاض المبكر لأنه مخاض مبكر بدي طبع نفس الوقاية من الجروب بي هل في عنده تمزق أخشي مبكر بري تين مبري متشور رب شرف مبرين قبل 37 أسبوع هل تمزق الأخشي حتى في تمام الحمل مضى عليه 18 ساعة أو في عنده جاي بحالة مخاض وعنده حرارة درجة حرارتها حدود 38 درجة أو أعلى أو في عندها الأم إصابة هي عندها مش الجنين عندها نحن عدينا نحن من عوامل خطورة أنه في عنده وليد سابق مصاب هون إذا كان هي في حمل سابق عاملة مسحة وكان إيجابي لأنه نسبة التكرر بتكون عالية أكتب كتير مما لو كانت سلبية سابق يعني إذا كان إيجابي لحمل سابق ممكن 50% يكون عندي متكرر الإصابة بهذا الحمل فلذلك إذا أنا ما لي عاملة مسحة حالياً فبرجي على القصة السابقة هل عنده بالحمل سابق كان إيجابية للجروب بيستفتوكوكاس بعاملة أنه هاي ممكن يكون هلا عندها إصابة إذن هدون النقاط هي اللي بيخلوني اتعامل مع أي سيدي جاي بحالة مخاط وما أنا عاملة مسحة وهذا هام جداً بالنسبة لكم بسوريا كل سيدي جاي طبعاً ما أنا عاملة أكيد كل نساء معاملين هذا طبيعي بسوريا ما حدا بيعمل فلذلك ترجعوا للهيستوريتة بحاق من خلال الهيستوريتة بحاق إذا فيه هدون النقاط موجودين يلي عم بحكي عليهم وهي عوامل خطورة هدون إذن تعتبروها إيجابية وبالطبع أولى المعالجة الوقائية حالياً إذا إجت مريضة وعندها إنتان أميوسي عندها إنتان أميوسي وما في إلا مسح سابق طبعاً إنتان أميوسي سيتعالج بنوعين من الانتيبيوتيك الهوائيات والهوائيات مترونيدازول والسيفتوزولين وغيره فهذا حي نتأكد أنه هالدواء اللي عم تاخده بيغطي الهيستوريتوكوكاس إذا كان هالسنائي أو المعالجة لإنتان الأميوسي للحاد الشديد الانتيبيوتيك الموجود معهم بيغطي الهيستوريتوكوكاس أوكي ما بيغطي بدل واحد منهم خليه يغطي هالمجموعة تبع الهيستوريتوكوكاس إذن هادون برجع بأكد أنه هادون مهمين جدا للزملاء بسوريا هاي عوامل خطورة تاخده الهيستوري موجودة هالعوامل خطورة بتعاملوها مثل ما حنشوف معاملية اللي عندها الهيستوريكوكاس بيغطي بالنسبة لها طيب حلا في عنا طريقة تانية إنه إذا أجدنا سيدي مثل ما أنه نفس الكلام السابق ما نعم لمسحة سابقا مثل ما أنه أخذنا للعوامل خطورة السابقة وقل لو درسناها حاليا في طرق سريعة للزرع طبعا تعرفوا موضوع الزرع العادي بيأخذ له 28 ساعة 24-28 ساعة لا يعطينا إيجابية أو سلبية طبعا ما فينا واحدة جاي بحالة مخاض انتظر عليها 28 ساعة لقرر بدي أعطيها بين سنين أو لا لذلك في موضوع المسحي اللي عمي تم والرجوء لموضوع الPCR وممكن يعطينا نتيجة خلال ساعتين أو ثلاثة وعلى طول في بقى اعتبرها إيجابية أو سلبية طبعا هذا ما أنا موجود بكل المناطق ولا موجود بكل المخابر فإذا كان موجود خير وبركة ما موجود كنت اضطروا تعتمدوا على البندرقام واحد اللي هو على حسب عوامل خطورة هلأ حنأخذ نقاط معينة ثلاث حالات اللي هي البريتين والبريمة شورة بشار أوف ممرين وإذا كان مريضة بوكت فور سيزيري الإلكتف سيزيري طيب في حال إذا عندي أنا بريتين أنا قلت أنه البريتين هو عامل خطورة للإصابة بالقروب بيسترفتوكوكاس ولازم السيدة تتعالج ب بينسلين مثل ما حيجي البروتوكول وكأنه إيجابية القروب بيسترفتوكوكاس لذلك أي حالة جاية شكيته بمخاض مبكرة عندها وبغض النظر يعني هي بريتين هذه لازم تخضع لموضوع المعالجة بالبينسلين معتبارها إيجابية القروب بيسترفتوكوكاس حتى ولو ما نأخذ مسحة تعامل معها بصير على الشكل التالي بأخذ مسحة من المهبل وببدأ بالبينسلين ومعتبرها إيجابية القروب بيسترفتوكوكاس هلأ إذا المخاض كمل مخاض المبكير وكمل وكمل المخاض وكمل المعالجة بالبينسلين طيب إذا المخاض توقف ممكن كانت هي بدأ عندها مخاض وتوقف عندها المخاض المبكير هون بكون منتظر نتيجة الزرعي اللي أخذتها أنا أخذت مسحة من القروب بيسترفتوكوكاس لح تشوف من المهبل هلأ إذا إجت المسح إيجابي والمخاض توقف بوقف المعالجة ما عد أعطي بينسلين أخذت هي جرعة البينسلين وتوقف المخاض ما بكمل المعالجة ولكن إذا حصل رجع عليها المخاض خلال خمس أسابيع مثل أنها نافذت خمس أسابيع طبي عليها كمالة البينسلين وعاملها كأنه إيجابي عيد إذن إجت مخاض مبكير بديت أنا بجرعة الأولى للبينسلين أخذت مسحة بعدها المخاض وقف ما شوارت كل مخاض مبكير يعني كملتها للمريضة مخاض وقف منتظر التدبير منتظر نتيجة الزرع إجت الزرع إيجابي قال لي أنه هذه عندها جروب بيستفتوكوكاس والمخاض توقف وأنا وقفت المعالجة خلص مخاض موقف وقف العلاج تم براقب المريضة خلال خمس أسابيع إذا كان رجع عليها المخاض بيعتبرها إيجابية وبكمل المعالج بالبينسلين إذا كان خلال خمس أسابيع ما إجع عليها مخاض ومضوا الخمس أسابيع ورجع عليها مخاض بعدين تاخد كمان بينسلين لأنه هي مثل ما قلت إذن هي إيجابية من الأصل هلأ لو أجدني الزرعة سلبة مخاض مبكر بديت البينسلين أخذت الزرع توقف المخاض ووقفت العلاج إجد نتيجة الزرع سلبة شو بساوي مراقبة ما في أي شيء نهائيا حتى ولو بدأ عليها المخاض خلال خمس أسابيع ما بتاخد بنسلين هذه سلبية إذا تأخر بلادتها لأكتر من خمس أسابيع برجع بعيد المسحى بعد خمس أسابيع ما أرجو أنه يكون واضح إذا ما واضح برد بعيده لا لا تمام أوك لو طلعنا ما بعرف إذا واضح أن يكون هذا المخطط هذا مخطط كتير بسيط لهذا الموضوع الذي أنا حكيته إذن لما بتوجب عندنا مخاض مبكر بأخذ مسحة وابلش بالأنتبيوتيك إذا أجد المخاض دخلة مخاض حقيقي وكان إيجابية الزرع موجبة بكمل المعالجة بالبنسلين عادي إذا كان ما بدت مخاض حقيقي بقى في المخاض بقى في المعالجة وانتظر نتيجة الزرع طلع نتيجة الزرع سلبي ما في أي شي حتى لو ولدت خلال أم السابيع ما بتاخد أي شي بعد خمس أسابيع بعيد الزرع طيب إذا أجد الزرع إيجابي أو ما أقدر تحصل على نتيجة بسبب ما خلاص باعتبرها عندها إيجابية وإذا بدأ المخاض خلال خمس أسابيع بعطي البنسلين وبكمل المعاجب البنسلين هذا ما يتعلق بموضوع البريتام ليبر أو المخاض الموكر هلأ بنجي الحالات البري تين بري متشور ربشار أو فوامري إذا ما عم سير عندي تمزق أخشية قبل تمام الحمل هلأ الأمريكان قايدلاينز بيعتبروا أربعة وثلاثين أسبوع في عندي تمزق أخشية تولد المريضة على أربعة وثلاثين أسبوع ما بينتظروا سبعة وثلاثين أسبوع الرويال كوليج نظام بريطاني لحديثا من جديد غير هالفكرة وصار ينتظر لسبعة وثلاثين أسبوع طبعا إذا ما في علامات انتان إذن الأمريكان قاعدوا ثلاثين أسبوع بعد هيك تويلادي على طول الإنجليز لسبعة وثلاثين أسبوع بعد هيك بيلادي طيب إذا كان حتى الأربعة وثلاثين أسبوع وحبوا يعنوا لأ منجمة للمريضة ما بدون يولدوا تمام وهي مثل ما أنها بريتين مبريمة شور ربشار مبريم مناخد الزرق إذا مناخد الزرق معنا نحن مخارب ما حتولى المريضة ناخد الزرق للجروب بيستريفتوكوكاس وإذا كان حسب نتيجة الزرق نتعامل طبعا إيجابي هذا السؤال المهم اللي هلأ حنحكيه يعني مريضة تمزق أخشية باكر بريتير وعندها الجروب بيستريفتوكوكاس إيجابي هل تخضع للمعالجة المحافظة لتوصل للأرعوة وثلاثين أو للسبعة وثلاثين أسبوع أم الولادة الأميركان وهذا الجايد لانزبير و34 أسبوع لازم تولد بعد 34 أسبوع هذا الكلام لازم الطبيب ما يساوي إطلاقا لأنه نسبة لإصابة الوليد هتكون عالية ولذلك يفضل توليده ما بده يولده بده يكون مستعد هو والأهل وطبيب الأطفال لأنه هذا الطفل اللي حيولد بعد 34 أسبوع وعنده إيجابية ممكن يكون مصاب إذن متفقين هنه 34 أسبوع تولاد إذا جروب بي سترتو كوكاس إيجابي إذا كان جروب بي سترتو كوكاس إيجابي بدهن طول المدة ل37 أسبوع بدهن يأخذوا الاحتمال في حالات خاصة مضطر مثل بسوريا ما في عنا حواضن ما فينا نعطين بالطفل اللي يطلع بال34 أسبوع يحط في باله الطبيب والطبيب الأطفال لأنه هذا الوليد غالبا سيكون عنده إصابة يعني ممكن حتى يبدو بالمعالجة الوقائية للطفل اللي بيولد على طول قبل ما تظهر لأي علامات العلامات الانتق تمام طبعا إذا كان عندي البري بروب وفيه عندي امنيوتيك في الويد مشل ما قالت التغطية عامة حتكون ويفضل يكون الانتبيوتيك المستخدم بيغلطي معهم جروب بيسترطوكوكس يعني ما بيعتمد فقط على البنسيلين البنسيلين ودواء الثاني لمعالجة الأمنيوسنتيس الكوريوميونايتس هلأ لاحظوا أنه المريضة اللي عندها بريتين بريماتشور رفشار روفمبرين أخذت العلاج طبعا العلاج هذا ما بيستمر هذا الشغلة مهمة جدا يعني تاخد بالوريد البنسيلين وخلال ما نوعه أربعين ساعات يون سبعين ساعات توقف خلاص العلاج ما بيستمر طول ما في تمزق أخشي عندي خلاصنا العلاج طيب في سؤال هل أستمر بالمعالجة طبعا المريضة ما ولد ولسه عندي تمزق أخشية بيض عن طريق الفم لاحظت دراسات أنه مستوى الانتيبيوتيك لاحظوا أنه بيكون بعد 30 أيام تم موجود عالي موجود سواء في المهبل أو سواء في السائل الأمنيوسي لذلك يقولوا ما في ضرورة تاخد السيدة أي دواء عن طريق الفم بعد من مضي 72 ساعة من الجرعة الأولى يعني أخذت البنسيلين 72 ساعة ولسه تمزق أخشية ولسه ما ولد وما بدي ولدها يعني ما صار وقت لولد توليدها خلص ما في ضعي تاخد جرعة تانية ما في ضعي في البعض بيعطي عن طريق الفم كم لي أسبوع كم لي عشر تيام هذا ما له الدراسات ما له أي فائدة نهاية مثل ما قالت طبعاً أنه يفضل الولادة على 34 أسبوع وهي نفس الشي مخطط بهذا الموضوع لما بتيجي المريضة يعني تمزف أخشية بتدخل الليبر طبعاً بتاخد الجرعة تبع البنسيلين نبتد بالبنسيلين على طول وإذا كان ما في إذا ما دخلت ما ولدت ما نور 20 ساعة العلاج وما تتوقف عن المعالج هذا سؤال كتير مهم كتير ناس بترحو خلصنا بتاخد ما نور 20 ساعة 20 سنين وتوقف انتهى وتم المراقبة العادية الآن إذا إجيزت نتيجة الزرعة سلبية خلص ما في أي مشكلة خلال 5 أسبوع بتتعامل كسلبي وحتى إذا ولدت ما بدأ أي شيء نهائياً ماضي 5 أسبوع ما وليك بتنعاد المسح مرة ثانية طلعت إيجابية أو ما قدر نحصل على نتيجة منتعامل معها كأنها إيجابية وصار في ولادة منكمل الأنتبيوتيكة اللي هو البنسيني إذا عندي قيصرية انتخابية ومقرر له مثل ما اتفقنا قيصرية انتخابية يعني 39 سبوط هل ضروري أعملها مسح إذا أنا عارف هي حتورة قيصرية ما حيمر عن طريق المهبل لازم نعملها مسحة للمهبل بشكل روتيني كمثل كل النساء أو ما في ضرورة طبعا يجب إجراء مسحة من المهبل ومعاملتها مثل معاملة أي سيدة حامل ليش لأنه ممكن يصير عندها تمزق أخشي باكر قبل موعد القيصرية المقرر ممكن يبدأ عندها مخاض قبل موعد القيصرية المقرر وبهي الحالتين ممكن يتم انتقال من المهبل إلى جني لذلك المسحة أساسية هذه أول نقطة اثنين إذا بدأ عندها المخاض وهي مقرر نعملها قيصرية وطلع نتيجة الزرع سلب إيجابي تعطيها علاج أو لا طالما هو ما حيول للعطارية المهبل طبعا تأخذ جرعة الأولى من البنسلين وفقط وبعدين تجرى القيصرية إذا القيصرية الانتخابية إذا صار عندها مخاض وتمزق مبكر والزرع إيجابي طلع تأخذ الجرعة الأولى من البنسلين وتجرى القيصرية ما مننتظر بالجرعة الثانية أو نكمل 48 ساعة وبعدين نعمل القيصرية هذا مأكدين عليه ما في تأخيل القيصرية لحتى تأخذ مالس العلاج 48 ساعة بس تأخذ جرعة واحدة كفاية وهي حطولها عن طريق الوضن لاحظوا طبعا طبعا متعرف عليه ما بعرف بسهولة كيف عم تشتغلوا كبنعتها كوقاية بكل حالة سيفازولين أو أي دوة ثانية كفلين كفليكس اللي هو 2 جرام تأخذ المريضة قبل القيصرية بشكل روتيني السيفازولين بيغطي الجروب بسترطوكوكس فبالتالي ما في داعي نعطيها بنسلين إذن المريضة محطوطة القيصرية انتخابية والقايدلاينز في هالمركز اللي بتتعمل القيصرية انتخابية بتأخذ سيفازولين أو كفليكس أو كفليكس كويقائي قبل العمل الجراحي ما في داعي تأخذ لا جرع أولى ولا تاني بالبنسلين لأنه هو بيغطيه أما إذا كان ما بتعطوا شيء وقائي فبقوا بتعطوا الجرع الأولى من البنسلين بعدين مثل ما نرد وأكدوا مرة تاني ما في شيء اسمه أنا أخر القيصرية لكمل 48 ساعة من العلاج تأخذ جرعة وبتنعمل القيصرية على طول هلأ هناك من يسأل أنه أنا في عندي بعض إذا وحدي عندها مسحة إيجابية وجاي بحالة مخاطر في بعض التداخلات الولادية اللي بنعملها هل هذه بتزيد نسبة الإصابة أكتر عند الأم أو ممكن تزيد الإصابة للوليد مثلا أنه أعمل تسليخ للأخشية الأمنوسية بيزيد أو لا ما له علاقة نهائيا نلاحظه أني أعمل تحريض ميكانيكي يعني منحط القسطر التولي في المهبل بالعنق الرحام المنفخة وننتظر عليه أربعة ساعة حتى إذا كانت الأم إيجابية ما نموضات استطباب ممكن نستخدمه المس المهبلي ما نموضات استطباب عن المريضة اللي هي الجلوب بيس تبتوكوكاس إيجابي تمزق الأخشية لما نساوي أصنع عملية المخاط وتطور المخاط كمان ما لاحظه أي زيادة بموضوع الإنترنت استخدام الانترنت والفيتال سكارب الترو أو نحط الالكترو داخل جوفر رحم لإياس الضغط داخل جوفر رحم خاصة بحالات قيصرية واحدة أو تنتين كل هاي الأمور ما لاحظوا أنه عم تقدي إلى زيادة الإنتان عند الوليد وبالتالي ما هي مضاد استطباب ممكن مريضة اللي هي جلوب بيس تبتوكوكاس إيجابي عندها ومنعرفها أنه إيجابي ممكن تجدوا لك كل هالإجراءات هاي الموجودة دون أي تحفظ هي حكيناها أنه نكون موضوع هلا بالنسبة للمعالجة طبعا معروف المعالجة هي بالبنسلين إلا إذا كان في حساسية طيب إمتى أعطي البنسلين في دراسة أخذوا ثلاث مجموعات مجموعة أعطي البنسلين قبل ساعتين من الولادة مجموعة بين ساعتين وأربع ساعات والمجموعة ثلاثة أكتر من أربع ساعات لاحظوا أنه أكتر تأثير عم يلاحظ إذا أعطيت إذا بدنا بيعطي البنسلين أكتر من أربع ساعات من وقت الولادة تمام إذن المعتمد أنه قبل أربع ساعات من الولادة نزالك شو اللي بيصير بيصير لما بتجي المريضة حالة مخاض 2-3 سنتي عادة معتمد عادة إذا كان قررت باتع ومسخوا الأخشي بشان تسريع المخاض بهاللحظة ابتدوا بأول جرع بالبنسنين ما بكون تعتمدوا هذا إذا المريضة 3-4 سنتي وبمخاض فعال ابتدوا بالبنسنين على طول ولكن لاحظوا أنه حتى إذا كان بين الأقل من 4 ساعات في تأسير خفيف وحتى قبل ساعتين في تأسير خفيف يعني مو إذا لقينا مريضة 8 سنتي خلاص فات الأول ما في داعي أعطيها أعطوها البنسنين ما توقفوا مهما كان لنلاحظ الدراسات أنه في تأسير حتى ولو كان ساعتين قبل الولادة ولكن إذا كان لك الخيار في عندك وقت قبل 4 ساعة من الولادة يبتدي لذلك عند بدء المخاض يبتدي بالموضوع البنسنين كيف منعطيه طبعا عن طريق الوريد بنسنين جي خمس ملايين ووحدة وبعدين ممكن تتكرر كل أربع ساعات ونقص الجراء على مليونين ونصف لثلاث ملايين لحتى موعد الولادة وإذا كان موعد الولادة طويل طبعا مثل ما أننا العلاج هو 48 ساعة وفقط بتوقف بس عالة ما بيأخذ 48 ساعة تأخذها أربع خمس ساعة لست ساعة وبتولد إذا نبدأ على طول خمس ملايين وريدي بعد أربع ساعات اثنين ونصف لثلاث ملايين كل أربع ساعة منكرر لتولد الميت طبعا إذا كان في حساسية لموضوع البنسلين ممكن نستخدم سيفازولين اريتروميسين أو الثنداميس حلاء لو فرضنا وهذا أكيد باتصاد هو اللي بنعمل المسح إنه واحدة حامل فرضنا 30 أسبوع ولا لمحاية مخاض ولا إيش نعمل لها مسحة لسبب ما طلعت إيجابية جروب بي ستبتوكوكس هل تحتاج علاج أو لا تحتاج علاج طبعا كلمة إيجابية هاد حيبقى معنا إنه هاي مفروض أثناء لما بجيها المخاض في النهاية في نهاية الحمل بتاخد البنسلين تهينا من الفكرة ولكن لما حتيجيني إيجابية وهي حامل أربع ست شهر سبع شهر ما عندها مخاض ولا تمزق أخشي ولا أي شي هل اللي بعالج الإيجابية اللي إيجيت أو ما بعالجها لاحظوا أنه وجود إيجابية بالزرع عند المهبل المرأة الحامل ممكن يترافق بإنتان بولي إنتان بولي بالجروب بي ستبتوكوكس ممكن يصير عندي إنتان داخل الأمنيوس ممكن يصير عندي مخاض مبكر ممكن يصير عندي موت الجنين ممكن يصير عندي بعدي الولادة إذن هاي الدراسات كلها نعملت ولاحظت لما يكون في عندي إيجابية أثناء الحمل ممكن تترافق بهالاختلاطات اللي حكينا طيب إذن بعالج أو ما بعالج هذا السؤال التاني العلاج يعتمد على النقاط التالية إذا عندي أعراض بولية يجب أعطاه العلاج أو عندي البيلج رسومي اللاعرضية لازم أعطي معالج إذن بس بهدون الحالتين بعالج مريضة إجاب المسحة للجروب بي سورتوكوكاس إيجابية أثناء الحمل إذن مرتبط هذا الكلام بوجود البيلج البولي الواضح أو البيلج رسومي اللاعرضية بيعطي طبعا عن طريق الفم ما فدا يعطي عن طريق الوريد بنسلين أموكسلين سفركسين كل هذا ممكن تاخده أثناء الحمل وعن طريق الفم طيب هاي أخذت بنسلين أثناء الحمل وصار عنده مخاض خلص هل يكفي هذا البنسلين اللي أخذته طبعا لا هذا شيء ولما بيبدأ عند المخاض بنرجع للروتين بنعطي عن طريق الوريد بنسلين جي خمس ملايين ومنكمل إذن هذا العلاج لوحده وعلاج مع المخاض لشيء تاني حتى ولو كان هو يعمل تاخد العلاج بدأ عند المخاض إذن هذا لم نعتبر أجلسة من المعالجة هذا معالج حالة معينة كانت موجودة وبرد برجع بأكد ما في علاج لإيجابية زرع إلا إذا في عندي أعراض بولية أو بيلي جرسومية العرضية الأخر شيء طبعا موضوع اللقاح طبعا كونه الزمرة الجرسومية المعروف ومثبت عند الوليد والوفيات عند الوليد فصار البحث كله بإيجاء لقاح لهذه الزمرة الجرسومية طبعا اللقاح هو قيد التطوير ما طبق في نوعين اللقاح اللقاح عم يعتبر على بروتين السلسلة الموجودة أو على بروتين الواحد اللي تتابع لهذه الجرسومة ودراسات وأبحاث عم تجرى عليها الآن ما لا ما اعتمد بأي مركز أنه في عنا لقاح جروب بي ولكن هذا الأمل أنه يصير فيه لقاح لكل السيدات والتالي ترتاح الموضوع المسح ورتاح الموضوع عند الوليد الانتان المبكر الآن كالكونكلوجي بالنهاية أنه مرد ورجع من أكد أن هو عامل مهم وعامل خطورة عالي لإنتان الوليد المبكر لذلك عمليات المسح ضرورية جدا للانقلال وإذا كان صار بالإمكان تطبيق البي سي آر اللي هو عم يعطيني نتيجة سريعة إذا المريضة ما حنتظر عليها لأ 24-48 ساعة طبعا هذا حيخدم طريقة الوقاية بشكل كبير واللقاح طبعا ما هو قيد الدراسة وقيد التولية وشكرا لإظهاركم إذا فيه أي تعليق أي سؤال تفضلوا شكرا شكرا أستاذ أيمن عن المحاضرة القيمة والمفيدة يعني والمفتصر المفيد طبعا عن الموضوع فرح نبدأ بالأسئلة إذا حالا عنده سؤال فينا نبدأ إن شاء الله فيه سؤال أستاذنا يعطيك العافية الله يعافيك تفضلي هلأ بالنسبة بس للبيبرون خلينا نحكي شوية خطوات عملية أنا كيف ردي أخذ المسحة وعندي سائل أمنيوسي بالمهبل طبعا الأساس دكتورة أنا عم ببحث على التلوّس في المهبل بغض النظر في سائل أمنيوسي يعني أنا ما أنا عم ركز على التلوّس ضمن السائل الأمنيوسي أنا عم ركز على التلوّس في المهبل لما أنت عم تأخذي مسحة للزرع عم تأخذي جزء من مفرزات المهبل الموجودة إضافة لها تكون مبلّة لبسائل أمنيوسي فأنت عم تركزي على وجود جروب بي سبتو كوكاس طلعت هل هي ناجمة من جوة هل هي ناجمة من المهبل ما بيأسر العلاج واحد العلاج واحد نعم طبعا المسحة يعني أخذي أنه أنا ما أتعمل تفضلي يعني من القسم السفلي للمهبل آه هي اسمها لوفا جاين السواب لوفا جاين السواب مسحة من القسم المهبل من القسم السفلي للمهبل ما من جوة أبدا يعني هلأ أحيانا ما في داعي لتنشيف السائل لا 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 أنا عم تمسحي جوة ما في داعي يعني مثل ما إلنا يعني أنت ما لك عم تفوتي لجوة جوة قالبا يكون مجمع السائل يمنيوسي بلتج دوغلاس والأمور بالرجل الخلف إلى المهبل فأنتي عم تاخذي المسحة يا بس تفتحي رجائنا شوي بس الليقامينورة بعديون شوي وخدي المسحة من بره بس هذا هو النظر يعني ما في حاجة تحط سبيكليوم حتى ما في سبيكليوم لا لا ما ملحط كلهم نحنا يعني في كل الحوامن ما في سبيكليوم بس بالكافة معاقم افتحي المهبل شوي خدي المسحة وطلعي على طول من بره تمام هلأ السؤالي بتعني إمكان في شوية تناقض إذا أنا عم أقول أنا عم باطلي الوقاية بقيصرية انتخابية وبنفس الوقت بقول تسليخ الأغشية ممكن ما يزيد نسبة الانتقال بسق الأغشية ممكن ما يزيد فمعناته ليش أنا عم باطلي بقيصرية انتخابية والأغشية سليمة وأنا لا أنفي الانتقال رغم أغشية سليمة بينما الأولى أنه تنتقل لما بصير في انبساق لما بصير في أي تداخلات ثانية نحنا بالنسبة للقيصرية أول شي عندي زرع إيجابي ونسبة للحالات العادية الثانية اللي عم تحكي عليهم زرع إيجابي بيناتهم الزرع إيجابي طيب الزرع الإيجابي أنا بالقيصرية لما صارت مزوق أخشية حيدخل طبعا الكروب بيستوكاس حتطلع لأنهم فتح الطريق بيناتهم هناك عندي مريضة بحالة مخاض عم تولد وأنا بالتالي عم بخضعها لأنتبيوتيك فهي قرد عم تاخد العلاج بغضل النظر مزق الأخشية بغضل النظر فحصتها أو ما فحصتها فيه إصابة وهذه الإصابة أنا عم عالج ما تنتقل للوليد فلذلك ما حيعمل شي ما لاحظوا ما زاد الفوع عند الجني عند الوليد ولا صار أي شيء تاني ما هي مصابة أصلا وعمتول بالنسبة للقيصرية الانتخابية إنه هذه ما نبحث فرضنا صار عندها تمزق ما هي طبعا صار نقل الجرسومي فبدي أعطيها شيء وقاية بس ولو أنه أنا أحول لده برة ما حيتم مرة عن طريق المهبل لذلك ما بتاخد جرعة كاملة هناك عم تاخد جرعة كاملة عن كم ملة البنسرين عادي ما صار من التناقض هناك أخذت الجرعة الأولى والتاني والتالتي التي التي تولد هون أخذت الجرعة الأولى ولدت في قيصرية فهناك أنا كنت عم غطي المهبل كله خلال فترة الولادة سبعة أثمانية عشر ساعات إذنك عم تاخد باستمرار البنسرين هون خلاص عطيتنا المرحلة الأولى لغطي إذا كان فيه جزء أصيب طلع لفو وبعدين حيتعجلين عن برة فما فيه تناقض ديناتو ما فيه تناقض هون بديتي علاج هون بديتي علاج لا فيه شاء الله كمان مارفز الأستاذ أيما بسمح لي مدة التعرض ديما أنت وقتم لي قيصرية شقيت الرحم طلعت الولاد ففترة التعرض للجي بي أس هي عمليا ما كتير بس يمكن فيه عندك أولادة مهبلية فأنتي عندك استمرار بالتعرض للجنين فممكن يكون الانتان أكتر كمان ولذلك دكتور ديما مشان هيك هون أخذت جرعة وحدة وهنا هيك كملنا لجرعة لأنه الساعة بدي يمر الجنين بهالطريق كله تمام هلأ كمان السؤال بالنسبة لموضوع الزرع يعني وقت حكينا أنه إذا كانت السيدة إيجابية بزرع البول إيجابي للجي بي أس صح؟ نعم إيجابي لك سمحيلي شوي إيجابية شو؟ على زرع البول ولا على مسحة المهبل؟ المريضة على زرع البول عندها بقصة عندهم خطورة للإصابة أو خطورة أنتان أو بي لا جرسومية العراضية نعم حصرا بالبي بي أس ولا ممكن تكون جي بي أس وشي تاني؟ نحن عم نحكي على الجي بي أس إنه الشي تاني ممكن ما ينتقل للجنين أنت عم تحكي على المعالجة أنت عم تحكي على المعالجة معالجة إذا كان في زمر جرسومية أخرى عالجية ما نعلاق فيها نحن عم نحكي إذا كان بس جي بي أس طلع بوزيتيف في بي لا جرسومية عالجية في إنتان بولي عالجية هلأ في عندك زمر تاني عالجية عادية وحتى في المهبلزة عندك زمر جرسومية تاني أنت عالجي ما حدا ما أدخلنا فيه بنظره هلنا عم نحكي بس إذا كان جي بي أس بالمهبلزة طلعتي وما في عندها أعراض دولية وما عندها بي لا جرسومية عراضية ما في داعي تتعالج أما زمر جرسومية الثانية بتعالجية عادية طبيعا شكرا ناهد نبلش تفضلي دكتور ناهد يعطيكم العافية جميعا شكرا أستاذ أيمن شكرا لألك على المحاضرة القيمة أنا عندي تعليقين وسؤال بعد إذن حضرت التعليق الأول هو تتمل سؤال الدكتورة ديما لعننا بألمانيا يوصى بالمسحة فقط من الجزء السفلي للمهبل ومن العجان وحتى من حول فتحة الشرج والسبب أنه بيقولوا أنه حتى إصابة الجهاز الهضمي بالعقديات هي عامل خطورة لإصابة الجنيب لهيك نحن بيوصصونا بألمانيا أو هيك تعلمناها بألمانيا أنه ناخذ من الجزء السفلي للمهبل ومن العجان من الجسم العجاني ومن حول فتحة الشرج فحبيت تصريف هذا التعليق التعليق الثاني هو فعلا في اختبارات سريعة للعقديات هاي الاختبارات السريعة هي بيقولوا دائما أنه مانع حساسي كتير لهيك دائما موصب بالزرع وسؤالي لحضرتك كمان هو حضرتك قلت بالمخاض المبكر وبالبيبروم لما نحن منبلش أول شي بالمعالجة وبعدين مناخذ مسحة تجينا المسحة سلبية لا دكتورك تأخذي المسحة وتبلشي بالمعالجة عفوا مناخذ المسحة تماما تماما مناخذ المسحة ومنبلش بالمعالجة هلأ ويجتني أنا المسحة سلبية أكيد أنا وقف المخاض عندي أو البيبروم عطيت المعالجة الموصفية لمدة أسبوع لعشر تيام وبعدين وقف المخاض عندي ويجت المسحة سلبية ويجت المريضة هي الساتة تحت الأربعة وثلاثين أسبوع وما هيك تطور عندها مخاض أو صار عندها هلأ هي حسب التوصيات أنه يوصل لأن المسحة السلبية ما بقى نعطي مضادات حيوية أو ما نعطي بس أنا هون بحس أنه يعني شكو سموها أنه بصير عندي ألم أني ما أعطي يعني بحس أنه في خطر مع أنه التوصيات معك فتوافقني على هالشي يعني إذا المسحة سلبية وبعد خمس أسابيع رجع صار عندي مخاض وهي مخاض مبكر أني ما أعطي أبدا أي مضاد حيوية ولا شو رأي حضيط حضرتك ولا أنا فهمت التوصيات صح لا أوكي أوكي لا واضح كلامك وفهمتي صح لا حقدي من الآخر بعدين رجع على التعليقات بالنسبة لهذه المريضة لما نحن طبعا معتبرين المخاض مبكر هو عامل خطورة للجروب بيستبتوكوكاس هات في الحالات اللي احنا ما عندنا الزرع بينما هاي المريضة اللي عندك بديت مخاض مبكر وبديتي أعطيتي العلاج واخدتي الزرع وبعد عملتي العلاج ورجعي بعد فترة ردت رجع مخاض مبكر خلص أنت عارفتها ترى ما خلال خمس أسابيع زرعة سلبية ما عدت تخافي أنه سببها هي العقديات بيتها ما عدت تخافي أنه العقديات بيتها حتى تنتهي للجنين أصلا ما في عقديات بيتها هذا الهدف أنه ما في تقعي تعطيها خلال خمس أسابيع من الزرعة الأولى طيب حتى برأيك أستاذ أنه حتى لشغلات تانية ما أعطي أي مضاط حيوية يعني حتى لو كانت مخاض مبكر والمسحة سلبية واجتني هي بمخاض ما أعطي أي مضاط حيوية لا أنت بدك تعطيها أريتروميسين بدك تعطيها لموضوع تاني مش هل ما أصير إنتان كوريونانايتس هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر أعطيها أما نحن نحكي عن موضوع البقائي من هذا الإنتان بالزد فهذا فيك تعطيها أنت عادة أن أعطيها بالنسبة للتعليق الأول طبعاً كلامك صحيح بالمية مية عمليات المسح بدك تجرب مسحة من المهبل ومسحة من المستقيم كلامك صح بالمية مية ولكن عم يتم التجاوز عن مسحة المستقيم لصعوبتها وإحراجها للمريضة أما كلامك بالمية مية المسح مسحة من هون ومسحة من هون بنفس الوقت هذا أكيد أكيد ما فيه تعليقك الثانية عفواً شو كان كان أنه الاختبارات السريعة أنا قريت عنها تبع الجي بي أس أنه هي اختبارات مانحة حساسة يعني ممكن تكشف بس حساسيتها مو مثل الزرع لذلك يوصى بالزرع حتى بألمانيا الموجودة بس ما بيستخدموها بصراحة طبعاً الزرع ولكن الزرع 24-48 ساعة لتحصل على النزيجة والمريضة عندك جايبة حتى تمخاف حتى تولد خلال جهة ساعات كيف تكتعامل معها؟ بتعامل لك إيجابية لذلك لا هني نأخذي المسحة ولو أن حساسيتها أقل تشتغلي عليها تغلي عليها هذا هو السبب أنا بأيّد كلام الأستاذ أيمن بالموضوع أنه مثل ما إذا كنت عامل زرع قبل أوكي ما أنك عامل زرع الأفضل تتساوي المسحة لأنه تعالج بالأنتيبيوتيك كل العالم كمان أنت في عندك خطر تطور المقاومة يعني لازم نحاول نجنب الأنتيبيوتيك بشكل عام تمام تمام شكراً كتير لألك أحنا منطبق أستاذ بفرنسا منطبق اللي قلته إذا كان شفناها قبل 35 أسبوعين إذا بنطلب لها الزرع بنعطيها بتعمله بين 35 وال37 بس إذا أجت بالمقاومة وما عنا زرع بنعمل إحنا التست السريع تست السريع إذا بتعرفوه هو نفس مبدأ اللي عمله تطبع الأطفال بالبلعون معه إستاذ أيمن فكراً هو نفس التست بعمل تطبع الأطفال بالبلعون بعمله مسحة وبيحطوها بسائر وبيحطوها على كيت صغير فبيطلع يا بوزيتيف يا نيكاتيف يا مثل اختبار التحمل مثل اختبارات كورونا أفضل من لا شيء تمام شكراً كتير إستاذ أيمن دكتورة مارتا مرحبا يعطيكم العافية هلين دكتورة هل بيك صوتي مسموع تمام؟ ايه مسموع استاذ أيمن أنا عندي سؤالين السؤال الأول هو بكتيريوريا هلأ بالقاومة البريطانية بيدقوا على الزرع بيحطوا رقم إذا كان 10 أو 5 القلوني بيحطوا التريتمنت للبكتيريوريا وأز والأز بيحطوا الانترابارتم انتباتيك بروفيلاكس اللي بيسموه IAP فيه يعني هاو براكتكال اس ديس يعني قديش نحنا بينما هنا لو كان أقل من عشرة قوة خمسة فهنا بس بيعالجوا البكتيريوريا وما في داعين الانترابارتم انتباتيك بروفيلاكس فهو براكتكال على فكرة من دوع ترحتي موضوع الرويال كوليج الرويال كوليج ما بيتبقوا هذا السكرينيج حسب ما أعرف يعني حسب ما في سكرينيج لك لأنه هنه جماعة بيلوبوا على المصاري لأنه بيلولك أنا ما حق أعمل مسح لكل هالحوامل إنشان بالأخير اكتشفوا واحد لاثنين بالمئة من الأطفال فانتلاقا من هالوضوع ما بيتبقوا السكرينيج لكل المرضى هنه الوحيدين أما بيت العالم عمتهم بس واحد لاثنين بالمئة من الأطفال كتير استهزمانهم مرغم هنه بالنسبة لهم يعني المصاري أهم يعني أدي أصرخ كل هالملايين على مشان اثنين الله حوامل مو مستهلين طيب السؤال الثاني هو موضوع المقاومة يعني قديش نحنا كمان نحن 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 قديش هذا الموضوع يعني بيأثر كمان بالممارسة يعني مثلا هنه ما عطبقوا الكلندا لأنه في تقريبا بيوكي مقاومة حوالي 20% يعني على الكلندا فهنه استبدلوه بالفانكومايسين بحال التحسس شوفي دكتور الفانكومايسين هذا الموضوع تبع بريطان يعني كل شي أصفي حاليا على الفانكومايسين هلا بغض النظر هو صح أو مصح مبدأ العام في تحسس البنسرين بكتروحي للأدوية لغير قبل التحسس سواء اللي بتغذي الفانكومايسين بتغذي الريترومايسين بتغذي ما بعرف شو لأنهم في أدوية معينة بتغذي هذا مبدأ عام يعني بغض النظر من الدواء بس طبعا موضوع الفانكومايسين بريطانيا شغالة عليه منيح ما بعرف يبدو الشركات كلها من هناك من عن بريطانيا أو لا ما بعرف بس فعلا كل شي جديد يقول لك فعلا ما عنده ما في حساسية عليه ممكن بس يعني هو يعني نحن الفانكومايسين ما منطرحه أبدا بفرنسا يعني بشكل روتيني أبدا هو البنسلين أو الأنبيسلين ممكن نعطيه حتى أحيانا ممكن يطبوا الأمكسسلين إذا بدنوا ممكن في حال الأليرجي يعني إذا كان في عندنا الأليرجي فهو الكليندامايسين أو الأيرترومايسين أو السيفازولين السيفازولين يعني بس معنا ما نسى أنه في عندك روسماتش حوالي عشر بمية بين السيرينات والسيفازولين بس على طب شكرا شكرا جزيلا دكتورة رحاب تفضلي تعلي صوتك بس إذا سمحت هلأ إذا جتنا مريضة خمسة وثلاثين أسبوع وعند عوامل الخطورة اللي حكيتها وجيتنا بمخاض أنا وقف المخاض لا لا دكتورة أبدا تعطي بتبديدي بالبنسلين وماشي المخاض عادي ما بتوقف في أي شي دكتورة ما في شي بتوقف لتكمل العلاج بالبنسلين بتتابع كل شي ولكن تغري أضيف البنسلين أنا مثل ما قلت لك في دراسات حتى إذا كان خلال ساعتين ولدت حتستفيد المريضة خلال الأربع ساعات ولدت حتستفيد طبعا الفائدة أكتر إذا كان أكتر من أربع ساعات ولكن بالساعتين إذا ولد خلال ساعتين من المعاجد في فائدة بالنسبة للوليد فما بتوقفي مخاض لا طيب دكتورة هلأ إذا أجدتني كمان مريضة تمام حمل وصار عندها أمبيصاق بس ما تطور عندها مخاض ولا تبدلات بالعنق هون لا كمان أعطي وقائي ولد ولا شو لا دكتورة هون لا أقلك حاجة هلأ هذه تمام الحمل إذا كان ما في عندها لا حرارة ولا تمزق أخشي أكثر من 18 ساعة لا ما بدا هاي شي التابعية عادية طبعا مو معروف إيجابية ولا سلبية وقعنا بنفس المشكلة إنه أعطيها ولا لا بترجع إلى الهيستوري تبحها بقى في عندها إصابة سابقة في وليد مصاب في هالأمور هاي أعطيها ما في كل هالأمور هاي لا أعادية التابعية عادية تمام طبعا شكرا عندي السؤال صغير دقلي قبل ما دكتورة رحاب تنهي أسألتها أستاذ أيمن بس هيك مجرد يعني بتفضل نوقف المخاض بسوريا بين الأسبوع 34 و 37 عشان نتجنب الاختلاطات المخاض المبكر ولا بتفضل إنه نتجنب الإنتان الجنين بالجي بي اس طبعا هذا الموضوع هذا يعني أحد الأسل الضقعة يمكن تخطروا ببالنا كل آياتنا لأنه لأ بسوريا ما فينا وكذا لأن إحنا مع الزمراء بسوريا يمكن يضيفوا عليه موضوع العناية بالخداج ما بتصور جيد بحسب الإمكانيات ما متوفر يعني أنت ممكن بفرنسا تطلع 28 أسبوع وتشتغل عليه تمام هنيك ما هذا كلام ما نموجود نحن منقول والله المخاض اللي هو تمزق الأخشي الباكر ولدوا على 34 أسبوع طيب 34 أسبوع يطلعوا لحطوا بالحضن مشان يموت يعني هذا الموضوع حساس لذلك حاليا تصور 37 أسبوع قابل للحياة ما عاد بده حضاني ولا عاد بده أي شيء فبيكمل هلأ إذا كان سؤالك بتعلق وإذا كانت إيجابية أنا أجدني مريضة مثلا عندها بساقة أخشية باكر يعني هاي الأصدرح بساقة أخشية باكر عملت لها جي بي إس عملت لها مسحة طلعت إيجابية نعم فهون أنا شو أفضل يعني بده حول الميزان يعني أنه ولد ومخاطر البريتين ولا طيب أنا مرأة هذا الكلام حكيته هلأ أنت اللي هي أكتر مربعة وثلاثين أسبوع وعندها الجي بي إس بوزيتيف فأنت أمام أنه هذا الانتان يكون شديد على الجنين وعلى الوليد اللي بدأ يجي إذا كان انتظرت مالك معاجم محافظة لسبعة وثلاثين أسبوع مشان ما يجي خداج وما عاجم أنا قلت أنه بهيك حالة أنت مضطر أنك تنتظر طالما ما في علامات انتان واضحة تنتظر على أمل أنه يعيش بره الحاضنة أحسن ما ينحطه بحاضنة ويموت ولكن تحط في بالك أنت وطبيب الأطفال أنه هذا احتمال عالي يكون عنده إصابة بالعبديات بيتها مشان ياخد احتياطه دكتور الأطفال ومشي ما قلت غالما بيعطي معالجة بقائية حتى قبل ما تظهر الأعراض عن الطفل أنا حبيت أرجع أكد على الفكرة ليش نقطة مهمة جدا سؤال سؤال كتير بدي أنطرح معنا وكل واحد طبيب الأطفال رح يفضل شو طبيب النسائي شو رح يفضل هذا أحد الأسئلة الممكن لازم تجتمع بين طبيب الأطفال طبيب التوليد والأهل يعني ما يتخذ القرار بشكل شخصي من طبيب التوليد تمام أكد رحب يعني أنت أصدك دكتور نرجع كمان على الرغم أنه عطينا وقاية للإنبيد سليم نرجع كمان نعالج الطفل لا 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 دكتورة في حال نحن أنه هاي طبعا هاي عنده جروب بي سبتو كوكاس وصارت 36 أسبوع عنده تمزق أخشي مبكير ولدها ولا أنتظر ل37 38 أسبوع إذا كان موضوع الحواضن هذا السؤال هلأ المريضة أخذت علاج جروب بي سبتو كوكاس أخذت علاج ولكن علاج بيقول أنه ولدوها على 34 أسبوع ما في داعي تخلوها جوة ويتعرض الجنين للإنتان أكتر فهون دكتور الأطفال بده يعرف هاي النقطة أنه نحن تركنا تمزق أخشي باكير حوالي أربعة أو خمس أسبوع المريضة أخذت علاجها وانتهى هذا القرار بيكون ثلاثي بين الطبيب الأطفال طبيب النسائي والأهل ما يأخذ الخطر الرزق بسوريا أو غير أماكن فيها يكون فيها نقص بالعناية للخدج ما يتخذ القرار من قبل طبيب الأطفال لوحده أو طبيب لأطبي لوحده فنتبه بس هاي النقطة أحابة أنا أوصل لكم إياها بالدرجة الأولى بس لب سمحت السؤال والدكتور سامر قبلك بس يلا ما مشكلة آه خلاص دي ما شفته يلا بعدين بعدك بعدك دكتور دي ما تفضلي طيب تفضلي الدكتور دي ما تفضلي أنا تتم للفكرة يا ترى قد المعالجة ستكون كافية للوقاية المعالجة طبعا عطوك في دراسة أنا مرأة تبقى ما حكيتها لاحظوا إنه لما السيدي المصابي عند القروب بيس في الكوكس إيجابي وأخذت علاج وقائي وقارنوا بين النساء اللي عندهم ما أخذوا علاج لاحظوا لسفة الإنتان عند الجنين زادي أو نقصت أو زادي 80% فرق بيناتهم فمعالجة فعالة جدا يعني الموضوع تفضل سامر تفضل سامر تفضل أعطيك العافية أستاذنا أهلين تعليقا بس على كلام ديما سؤالك ديما كان هيك ولا كان سؤالك وفق ما أنا فهمته ما بعرف إذا فهمت صح إنه كم جرعة لازم يتاخذ لحتى يكون العلاج فعال في هيك شي ولا ما هاد بيطلبوا من الأطباء بيطلبوا من الأطباء أنه يكتبوا على الطلب ما يكتفوا بكتابة مثلا أنوريكتال لوفاجينال سواب فقط أنه مسحة مهبلية أو شرجية فقط بيطلبوا أنه يتحدد إضافة عبارة تانية ينكتب على الطلب جي بي اس كرينينج ديورنج بريغنسي مسحة جي بي اس لأنه لما بي طبيب المخبر بيستخدم وسط زرع انريتش ميديا مختلف عن الوسط العادي اللي بيستخدمه للوفاجينال سواب والهدف هو تقليل نسبة السلبية الكاذبة اللي ممكن تكون موجودة وبيطلبوا من الطبيب أنه إذا كانت المريضة غائع عندها حساسية للبنسلين بيطلبوا من الطبيب أنه يكتب هذا الشي بشكل واضح على الطلب العكس غير صحيح إذا كانت المريضة ما فيها شي خلص بيكتب فقط مسحة لوفاجينال سواب للجي بي اس كرينينج تيورن بريغنسي بس إذا كانت المريضة متحسسة بيطلبوا الهدف هو يخلصوا من المشكلة تبعيدة اللي تفضلتوا فيها على الفانكومايسين أو لا وقت طبيب المخبر بيعمل زرع وتحسس إذا كانت المريضة متحسسة على البنسلين ليه؟ لأنه بيعتبر الديفولت أنه كل الجي بي اس عموما عندهم بالأصل للبنسلين ومجموعته لكن إذا كان المريضة متحسسة وبالتالي هو ليس خيار فبيطلب أنه ينحط مشان وقته بيعمل زرع وتحسس إلا هو بالعادي ما بيعمل زرع وتحسس ما بيعمل تحسس عفوا بيعمل زرع فمشان يعرف إنه شو هو المتحسس إله هو السيفازولين أو الكليندا أو الفانكو أو شي مثل هيك فقط أوكي يعني هذا نوع من التوجيه هلأ إحنا بالنسبة إنا بيقطر طبعا أهل ما بمشوا على البرتش سكول بالنسبة لموضوع التحسس نفس الشي بيصير بيصير زرع بعدين من طلب التحسس مرة تانية إذا طلع بالنسبة للتوجيه من الأول إنه هذا العقديات حالي للدم أو لا ما فيه التوجيه لأنه موضوع الزرع يعتمد على شكل تالي أنت عم تاخد المسحة هنحطوه على وسط أغار الوسط أغار فيه دم هذا الدم إذاً هو من البتس بتوكوكاس واضح إيجابية الجرام بتس بتوكوكاس هذي واضحة بالمجهر على الطول عندهم سيبدي نحدده نوع إذا حلت الدم فيها لبيضة حوالي المزرعة فهي حالي للدم فإذاً إحنا دخلنا بمجموعة العقديات الحالي للدم بيعملونا بعدين بيعملونا طايبينج أنه ب A ولا B ولا C هاي عملية الزرع أنا طبعا ليش بعرفها أقول لأني إختصاصي فيها أنا ممكن تعرف ديما أو غيرها أنا عملت الدكتورة بمشفى التوقيت على موضوع على جروب بيس بتوكوكاس وتأثيراتها فذلك كنت مرافق الطبيب المخبر كيف يبعملو الزرع فبالتالي ما محتاج لك توجه لأنه أصلا هو عم يحطه على نفس الزرع في البداية ولكن هيحتاج فصلة لما بدو يعملها طايبينج إلى A ولا B ولا C في إلى وسيلة خاصة بعنول الطايبينج أما بضوء الحساسية تمام إحنا عنا هذا الكلام بنعمل الزرع أول وإذا طلع في المريضة متحسسة بنطلب التحسس بعدين سامر لقال لك بس مجرد تعليق يعني أو إتمام للتعليق وتعمل زرع مسحة من المهبل وتبعثها على المخبر مثل ما قال الأستاذ أيمان بيعمل كل شي بس إذا بدك تحدد بس العقديات للمخابر اللي بتعمل بس الاختبار النوعي يعني بتعمل يعني التست السريع في مخابر هون مثلا بتعمل بس التست السريع فبتحدد لها أنه بدي أعمل الاستريكتو الاستريكتو كوك بتقول لها أنه عبعتي بيعمل لك بس هذا يا إيه يا لا فإحنا بتختلف إذا كنتك طبعا يفضل لأنه عمل المسحة الكاملة ما قال الأستاذ أيمان مو بمو الاكتبار السريع إلا إذا كان في ضرورة هلأ في شغلة ما سامر يمكن أنت بس يعني اللي قلته أنه ما أنتم بتكتبوا على الوصفة أنه هذا لإجراء العقديات تمام هلأ صحيح نحنا هون ما منفضل بشكل عام نقول نحنا نكتب نعمل مسحة نهبل ويرجع يعني للبحث عن العقديات بس مو الهدف بس البحث عن العقديات يعمل لك جرسون ثاني فيها موجود بس أنت بهمك العقديات تفضل دكتور قاسم معفض سامر لا السؤال عندي تعليق عني تفضل فيه بقى أنت محمد أنه شو أهمية الجرسون الثانية في حال كانت المرحلة أنا ما أصدق أنه نعمل نحنا سواب من فممكن تجيك النتيجة فيها وفيها شغلات ثانية ثانية تطلب أنت بس للبحث عن الجي بي اس فهو بيقول لك يا بزيتيب يا نيكاتيب بس ما بيدور لك على شغلات ثانية فيفضل الدور على شغلات ثانية ممكن يكون عندك الشيشة كولي ممكن يكون في شغلات ثانية لي من أسباب الانتنات عند الجنين يعني ما ننساها أبدا معفض الأستاذ عيمان بوافقني بالفكرة لا أنا معك لأنه بتجي النتيجة كاملة تمام في شي سؤال تاني سامر أو تعليق لا شكرا شكرا لك دكتور قاسم تفضل يعطيكم العافية دكتور عيمان تعليقي أو سؤالي اللي حضرتك حكيت أنه المريضة إذا جتنا عندها بريتيم ليبر وعندها قصة عندها هاي رسك فاكتور بالجي بي اس تمام وعندها عندها بريتيم أو ثريتين بي تي لحضرتك ذكرت أنه منبدأ بتغطية والجي بي اس ومنبعث اللوفجان الأسواب تمام وإذا عجتنا وتوقف المخاط ثم عجتنا النتيجة سلبية منوقف العلاج ما منكمل العلاج تمام وإذا ما بتكمل العلاج دكتور وإذا ولد خلال هالفترة ما بتاخد علاج انتهى هذه سلبية تعامل تمام وحضرتك ذكرت أنه هي تعالج فقط الجي بي اس إذا كان في عندها اكتف علاجة حتى حتى لو توقف المخاط عندها وعندها للجي بي اس السؤال هيك يعني حاولت أقرأ أقرأ مع غير أشوف نتيجة ما عرف أشوف سبب ليش بوقف العلاج ما بيكملوه ليش أنا ما بعطي علاج أقضي أقضي على الجي بي اس ونفس المبدأ أنه أفرض أنا أخذت فيجانا السواب سواء هاي ولا لو بعمر حمل under 35 لسبب أو لآخر أخذت السواب وطلعت الجي بي اس بوشتف بعمر 30 ولا أقل ولا أكثر ليش ما بيعالجها بالأورال فترة معينة لحتى أقضي على الجي بي اس ليش لحتى أوقف الإله أوك أول شي ما في شي اسمه تقضي على الجي بي اس هذا غير وارد لأن الجي بي اس موجود مستودعه بالأمعاء وهو اللي عم يطلع فما في شي اسمه تقضي أنت لما عم تعالج أثناء المخاط عم تحاول تنظف المخاط المهبل قدر الإمكان من العقديات أما ارجع هي سلبية يرجعها بعد ما تولد عميل المسهم يطلق إيجابي إذا ما في شي عنا اسمه نقضي لذلك نجي الموضوع ليش أنما أثناء الحمل إذا كان هي إيجابية ما عالج أنت حتعالج وهي يطلع النتيجة سلبية في المهبل ولكن رجع بعد أسبوعين ثلاثة عميل زرع يطلع إيجابي التلوث ما نوع من المهبل التلوث من الأمعاء عم يجي فلذلك أنت ما فيك تقضي على المستودع الأساسي الموجود هذا عم يطلع ويلوث المهبل ويلوث البول معه فلذلك ما في شي اسمه نقضي في شي أن نظف مؤقتا أثناء مرور هالجنين هذا هو الهدف لذلك لما أنت عندك مخاض مبكر وعالجته وقفت لأنه وقف المخاض وجدت النتيجة سلبية طب أنا ما في تعي أعطي خلص نتيجة سلبية ما عندي شي نطف إيجابية إيجابية أنا الهدف أنظف الطريق لما أبدأ يمر الجنين هذا هو الهدف فقط هذا الهدف شكرا في سؤال تاني دكتور قاسم يعطيك معافي شكرا زيما رجع نطرح السؤال بس أنا برجع بطلب منك اي تفضل أشكورا ترجع تأكد على الفكرة دكتور باسم عم تسأل سؤال في حال تمزغ أخشي باكر في الأسبوع 34 وقررنا الامتظار للأسبوع 36 37 أسبوع وإيجابية المسح كيف ممكن نعطي الصادات خلال هذه الأسابيع توقع السؤال جاوبت على بس حاب يمكن الفكرة مواضحة كتير فحاب نرجع نعيد الجواب هلا عنده تمزغ أخشي باكر والزرق إيجابي و34 أسبوع بدأ ننتظر العام مش هيك هي يعني عنده تمزغ أخشي وزرق إيجابي 34 أسبوع تمام المبدأ العام تولد أوكي ما بنا نولد الأفضل ما بنا نولد دي ظروف معينة ما عندي حواضن بيحيموت بهيك حالي أنا بنتظر خلص ما عد في داعي يكمل أي علاج إلا إذا رجع بدأ المخاض عنده مرة تانية معالجة كملا العلاج إذن العلاج برجع بحكي بيتم أثناء عملية المخاض بالذات يعني أنا تمزغ أخشي أعطيتني 70 ساعة 48 ساعة انتهى عملت الوقاية مطلوبة إذا ولد خلال هالفترة هلأ خلال خمس أسابيع إيجابية موجودة أنا قلت خمس أسابيع يعني الإيجابية موجودة لازل بالمهبل في عندي جرسين فهي لازم يأخذ وقاية لما بدي يولد لما بدي يولد يعني 34 أسبوع بدي أنتظر انتظر ولكن رجعنا نفس الكلام اللي حكينا الوليد يلي حيولد معرض لخطر أكتر أنه ينصاب الإنتان هذه نفس الفكرة أنه الوليد معرض أكتر لأنك خلت عم تعرض فالأهل جي بي إس أكتر فترة من الممكن يعني بدل ما تولدوا على 34 و30 ولدتوا على 37 في ثلاث أسبوع إضافية والجنين عم يتعرض جرسين عم تطلع لفوق فهون حكينا مثل ما أنت حكيت أنه في طبيب أطفال في دكتور نسائي وفي الأهل يعرفوا الخطورة من الانتظار هذه الفكرة ما رفع إذا كان وصلت أو أكتر أنا رح أقول تشوف فهمت أنا أنه 34 أسبوع جتنا بمبساق فشي طبيعي نحطها على 3 أيام بالأمتيبيوتك تمام البنسلين العادي البنسلين وريدي وجي بي إس إيجابي بعدها من وقف العلاج إذا قررنا بالاتفاق بين الأطباء بالاستمرار الحمل للأسبوع 36-37 من وقف العلاج وبعد الأسبوع 37 إذا ما صار الولادة أنا بظن يفضل تحريض المخاض طبعا خلاص 37 لازم تولد وقت نحرض المخاض نحطه تحت البنسلين نتأخذ البنسلين ما في علاج يومي للأسبوع 37 هذا الجواب لازم نعرفه بالليات ما في شي اسمه علاج يستمر تولد لا غير وارد هذا تمام كتير منيح مع بزا جاوبنا على السؤال دكتورة باسمة إذا أوكي في تعليق تاني سؤال تاني في حدا عنده شي استفسار طيب أنا عندي بس سؤالين صغار هل من الضرورة إخبار طبيب الأطفال على أي ولادة بالجي بي اس بدون أعراض بالتأكيد بالتأكيد لأنه الدكتور الأطفال لما أنت عم تولد وتقول له هاي إيجابية وطلع على الجنين ما في شي فرضنا هو بيأخذ احتياج بيأخذ مسحة من الجنين يأخذ من الجلد من الأنف لا يعرف هل الجنين مصاب أو لا وغالبا غالبا نحن عنا بنحط على بروفيلكتك آه أوكي غالبا يعني إذا ولدنا مريضة جي بي اس وطلع ولدنا وطلع الجنين لا عرضي نعم وفتطور أصناء المخاض أعراض تدل على أنتان الجنين يخل نسميها مثل تسرع قلب الجنين والحرارة نعم نعم تحطوا المريضة على أنت تحطوا الجنين طبعا طبعا دكتور محمد هذا أنتان ولادي يعني بعد الولادة بيتم خلال الأسبوع الأول مو شرط مجوة يكون جوارة الرحم الانتان بيصير بعد التعرض أثناء الولادة وتبدأ الأعراض بعد الولادة لذلك أطباء الأطفال بيحطوها على المعالجة وقائية بيعملوا الزرع اللازم كله منه وحطوها على المعالجات وقائية طلع سلبي أوكي خلاص معظر نحن في عنا خلاص في فرنسا معكم مثل عادة أنه نحن ما منعالج يعني ما منعالج الأطفال بعد الولادة إذا كان حتى نجي بيس إيجابي بعد الولادة إذا ما فيه أعراض الشغلة الثانية بلش يناقش إجراء المسح عند الجنين يعني أخذ مسحات من الجنين أو من المشيم الوليد أو الوليد يا ربي أو من المشيمة أو من الجنين نفسه من الوليد أو من السائل المعوي السائل الهضمعيدي فنحن هلأ عمليين ما عدا عملناها بشكل روتيني ممكن نحن نطلب شيء اسمه بروكالسيتونين هو أحد معايير الالتهاب عند الجنين إذا كان سلبي ما منعمل شيء إذا كان إيجابي ممكن نتغطى بالصادات ما في عنا علاج روتيني للغاية بس الفكرة أنه مشان نرجع لزملائنا بسوريا يجب إخبار طبعا إذا كان فيه مسحة أو كان فيه عوامل خطورة بسوريا بالأغلب رح تعتمدوا على عوامل خطورة يعني على الأغلب إذا كان فيه عندك عوامل خطورة للجي بي اس لازم تخبر طب الأطفال لوقت الولادة أو بعض عن هالشي موجود طيب أنا السؤال الثاني هو ما لأنه ولا شيء طبعا إحنا معروف أنه ممكن بعد الولادة طبعا على الممارسة اللي عنا أنه منعطي لكل الولادات بعد الولادة اسبوع موهما بفرنسا ما وارد عم حكي عنا بسوريا بتتذكر أنا فيه عندنا هيك ممارسة أنه نعطي لبعض الولادة أنتبيوتيك للولادات فيه يك شيء ما باب إذا الدكتور دي ما بتقول لي إذا هالشيء أنا هيك أنا بتذكر من الزاكرة أنه بعد بلاد الطبيعية ممكن نعطي الميداء أنتبيوتيك صح أو لموسى الكلام تبعي؟ أنا بأعتقد بيعطوها هني إذا عملوا لمس مستبطين بيعطوها طبعا كويقائي إذا كان فيه عندهم وجاينا لتير في عندهم بزوتهم كبير بيعطوها ما فيه شيء دكتور محمد الكل بيأخذ الكل بيتخرج الكل بيتخرج أنا سؤالي أو اقتراحي أنه لا يعني ممكن أثناء الولادة نعطي الأنتبيوتيك بفرضنه جي بي اس بوزيتب وبعد الولادة ما نعطيها أي شيء أبدا ما عوز الإستاذ أيمن بأي أعطاء روتيني روتيني ما في داعي أم أعمل لك إذا عملت مسموص طبطن للمهبل بيك تعطي كويقائي بس غير هيك ما في داعي إذا مسموص طبطن للمهبل بتعطي جرعة واحدة أثناء الإجراء وخلص بستر محمد يعطوكم العافية أهلا دكتور تفضلي نحن مثل ما قال الإستاذ أيمن عمنا سريه سابقة لنتحرر النتبة وتمزق بالعنف فقط أما أنه كل الولادة طبيعية ما هو البروتوكول يعني ما هو الريجمن طبعا ما في نحن أساسا ما في بروتوكول أنا مو أصدق إذا تعطي جرعة واحدة يعني لا لا نعطي صادات لمدة كورش نظامي كامل أما كل ولادة طبيعية أصدق أنا برأي أنه ها هي الفكرة أنا بدي أقول لكم إياها أنه طبعا ما في أي بروتوكول ما في حاجة تعطي صادات الجرعة كامل أسبوع لوحدة عم تعملها بس مستبطن أو أو تمزق عنق رحم حتى تمزق عنق رحم ما في ضرورة تعطي صادات بالأساس إذا خيطته الجرعة واحدة هي 2 جرام وقت الإجراء وانتهى الموضوع الشغلة الثانية أنه أحسن ما تعطي صادات أسبوع كامل من تعالج أثناء المخاط بالبنسلين أو الأنبيسلين وبس توقف بعض البلاد يعني إذا الأستاذ أي ما بيعيدني لا أنا معك لا أستغل لك يعني بالتام ظروف سورية تختلف عن كل الكلام التاني أما يعني أنت أنا سامر الناس اللي برا بلك في دليل أنك عم تعطي على شو عم تعطي بسوريا للأسف ما في هذا الكلام ولكن بيعطوا أنه خوفا ما يصير يعني كلمة خوفا ما يصير عم يعطوا ما صار شي لهذا المبدأ أما تماما علميا علميا ما في شي دليل على هذا الكلام بس أنت أستاذ لماذا تعطي صادات بسوريا هلا ما بعرف أوك يعني أنت تعطي بشكل عشوائي ما بتعطي بشكل عشوائي ما بصور في حدا يعني حتى من الزملاء أنا وزملاتنا جوا إلا مش معا كلا في تمزخية خايفي ما يصير إنتان فيه طعم تعطيها بس الفرق أنه عطيها جرعة واحدة وما فيها يتكمل لسهوء كامل هذا الفرق طيب تمام يعني هي الفكرة أنا أصدقى أنه بدأ ما نعطي صادات بالتم ممارس بالتم دكتور محمد ممارسة سوريا تختلف تم ممارس سوريا لا في عنده الوسائل لا في عنده المخابر لا في عنده الفكرة اللي عم وصل أنه أنه ليش ما نركز على موضوع أنه في عنا رزق تبع الجي بي اس ورزق عالي يعني 2% رزق عالي أنه نركز على أنه نعطي صادات أثناء المخابر وما نعمل هالكورس بعد الولادة للمريضة يعني أنا أصدي أنه مريضة ولدت وولدت خلص ما فهما في مبرر نعطيها أنتيبيوتك بعد الولادة نركز على الموضوع يعني هي أصلا الاختلاطات اللي تصير إذا بصير عندها شيء انتان أو شيء هي بأثناء الولادة على الأغلب بس تولد الوحدة وما صار عنده شيء ما رح يتطور عندها انتان إذا ما كان في عندها عوامل خطورة حتى إذا انتان الاندومترايتس بصير بعد الرحم هي عادة ممكن بأغلب الحاد تكون في عندها جي بي اس معرفة جمال الاستاذ إما معي لألك شيء موضوع موضوع غير الجي بي اس يعني الموضوع ما أنا محصور بالجي بي اس لما تعطي الصادة ألا أنت موضوع المس المهبلي المتكرر القابلي عم تفحص كذا مرة والطبيب بيجي بيفحص وما بعرفين بيفحص يعني ما في شيء يعني مثلا أنت بتعرف أنه مفروض مريضة ما تنفحص لك الأربع ساعات تمام طيب مرضة بيجوز بالغرض مشافي الخاصة ومشافي التوليد كل ستناعة وكل نص ساعة وكل ساعة وهذا فايت بيفحصها وهذا طالع بيفحصها هذا بأهم لموضوع الكوريون ما أنا يتسس عند المريضة يصير عند الانتان فلذلك هدهم بيعطوه كويقاي فبتصور يعني مثل ما عملتك أنت إذا تطبق قواعد عامة بدك تكون من البداية صح يعني موضوع تمزق الأخش أنت لازم يصير المسل المهبل يشتون لازم يصير هل والله يمسحوا المهبل قبل ما يحطوا إيدهم يفحصوا المريضة يعني في كتير أمور ما أنا مطبأ بسوريا لذلك يختصروا الموضوع لأنه غالبا أنا واسف أنه غالبا حيكون نسبة الانتان المسل المتكرر من القابلة ومدلمين فحيصير عندهم الانتان المسل المسل عالي كتير فبتلك أعطي المريض باسيما أنه المريضة عم تولد وتوح ما بتعبش تصار فيها بعدين أعطيها الوقاية والله بيحميها تمام تمام فيش سؤال كمان تعليق تاني بالقيصرية ما منعطي بشكل روتيني إلا إذا كان فيه أعراض عبدالجنين إذا كان فيه إذا كان فيه قيصرية مبرمجة ما منعطي غير السيفازولين طبعا جرعة الوقائية طبعا القيصرية المعروفة بس إلا إذا كان أعراض عند الجنين يعني ما منعطي بشكل روتيني ما بسر إنه منه تعطي ما بمح بيغطي الموضوع تمام تعطي جرعة وحيدة من البنسلين ولكن كونك إذا أنت موجود بمركز عم تعطي السيفازولين تو جرام قبل العملية خلاص هذا عم يغطي العطليات تمام تمام حمد تعليق لو سمحت لي على موضوع الصادات بسوريا طبعا كلها تنضده وليس ما تفضل أستاذ أيمن هو موتبرير بس بدك تشوف أنت كمان كيف الطرف الآخر عابي مارس يعني رغم أن الصادات بهيك مبارسة حتى ويقائيا ممكن ما تفيد بسبب التعنيد اللي موجود بسوريا بالأصل أنا بعرف أطباء بسوريا كانوا يؤمنوا للأسف بفكرة المس المستبطن الروتيني بعد كل ولادة طبيعية خيال فلما بيكون في ممارسة بهذا الشكل لما بتنحط إبرة المخدر الموضوعي إذا حطت أصلا للخزع الفرج الوقائي بدون أصلا ما يغسلوا مثلا بالبوفيدون من بره محل وخز الإبرة بالأصل بالعجان بالكلورهيكزيدين الكفوف اللي عم نفحص فيها مثل ما تفضل أحد التعليقات هي كفوف نايلون وليست كفوف معقمة بالأصل بعد ما ولدت المريضة وأنا وقفت أو قعدت بدي خيط التمزق اللي كان موجود هل رجعت أنا تبعت قواعد التعقيم هل رجعت حطيت مثلا شانة معقمة جديدة تحت العجان تبع المريضة أو كيس النايلون أو أي شي فهذو كلهم بدون يأخذوا بعين الاعتبار ما بعتقد الممارسة يعني بيتم بهي طريقة للأسف طبعا وأصلا ضمن هيك ممارسة أنا بشك أنه حتى الصادات الوقائية الفموية اللي عم يعطوها هي أصلا ذات نتيجة أو لا للأسف طبعا لا نحن إن شاء الله بالمستقبل رح يكون في عنا محاضرة كتير كبيرة عن موضوع الصادات يعني متما أرجع وقول له سامر أنه يمكن إجراءات وقائية شوي ممكن تكون أقل تكلفة للمريضة من أعطاء الصادات صحيح صحيح طيب نرجع للموضوع ما احنا نطلع كتير برا الموضوع مشاهل ما نتشعب كتير حدا شكرا لكم جميع شكرا لستاذ أيمن على المحاضرة وشكرا لجميع على الاستماع وعلى المشاركة بالمحاضرة شكرا لجميع للتعليقات والأسئلة المفيدة شكرا لجميع فعلا شكرا للمشاركة يعني أنا اليوم سيدي نسريت التداخلات والمشاركة فشكرا لكم جميعا يعطيكم العافية أستاذ أيمن يعطيكم العافية باللقاء لأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله شكرا